هذا الفيديو هام جدا جدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع أصدقائك علشان يستفادوا والناس كلها تستفيد من الفيديو ده فيديو مهم جدا جدا تابع معايا الفيديو للنهاية الرجل الذي ظهر في المسجد النبوي أصبح علامة جارية كيف ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لدعمكم للفيديوهات السابقة هل تتذكرون الرجل الباكستاني الذي ظهر في المسجد النبوي بالزي الذي ظهر به وهذا الزي هو لباسهم العدي شبهوا بعض الناس بالصحابة وآخرون شبهوا بالملائكة وأصبح حديث العالم وكل الناس كانوا يبحثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن نذكركم ماذا حدث له الآن نذكركم بعدة أشياء أهم حاجة رأيك همنا اكتب لنا تعليق برأيك إنه رجل فقير ظل أكثر من خمستاشر عاما يجمع المال ليذهب إلى المسجد النبوي هو يستحق أن يكون مشهورا ومحبوبا ولكن أقوال الناس عليه غير صحيحة إنه عبد القادر بخش رجل عادي يبلغ من العمر خمسة وثمانون عاما بعض الناس قالت إنه يبلغ من العمر مائة تسعة وعشرون عاما وكلام الناس طبعا كتير جدا وكلام غير صحيح يكسب المال من بيع الخشب ورعي الماعز والغنم وبيع البيض وهو الذي قال ذلك جزاه الله كل خير لما فعل ليذهب إلى المسجد النبوي ماذا حدث معه الآن الآن بدأ الجهل يزورونه ويسوقون له ويتبركون به ويزوروه على إنه ولي من أولياء الله الصالحين وحتى بعض الشركات التجارية تقوم بتسويقه وإهداء الأموال إليه سبحان الله وكأن الله أراد أن يغني هذا الرجل الفقير كما تتذكرون قصة سيدنا موسى قصة البقرة التي ذكرت في القرآن الكريم الله عز وجل أراد أن يغني صاحب البقرة الذي أمر الله عز وجل أن تزبح فشروها بثمن عال جدا من صاحبها السمن كان هو وزنها زهبا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء عندما أمر سيدنا موسى قومه أن يذبحوا بقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ومن صفات هذه البقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر النظرين لا تستعمل في الحرص مسلمة لا شيئة فيها فلن يجدوا هذه البقرة إلا عند غلام فقير فأسرع أحد من الناس وقال له إنهم يريدون شراء هذه البقرة فإن أتوا إليك فاطلب فيها سمنا عاليا فطبعا الغلام طلب فيها سمنا عالي وكان السمن هو وزنها زهبا الله سبحانه وتعالى أراد أن يغني الغلام ويعاقب بني إسرائيل على ما فعلوه من تعند لو أنهم زبحوا أي بقرة كما أمرهم الله في بداية الآية ما كان أن يحتاجوا أنهم يشترون هذه البقرة لأنهم هم الذين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها فهم الاختار من الأول فسبحان الله إن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له